في سياق متصل قال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا استهدفت منشآت الطاقة بثلاث ضربات صاروخية ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق وذكر مسؤولون محليون أن أحدث الموجات الكبيرة من الضربات الصاروخية منذ أكتوبر الماضي استهدفت بنية تحتية مهمة في مناطق منها خاركيف شرق البلاد ومنطقة أوديسة على البحر الأسود وفينيتسيا في الغرب الأوسط وأضافوا أن الكهرباء انقطعت عن خاركيف ومدينة بولتافا وسط البلاد وأجزاء من كييف إلى الجانب منطقة سومي في الشمال